اهلا بكم النهاردة معنا في موقع اوكازيون النهاردة معنا ريفيو خاص بالساعة تي فور الساعة السمارت هوتش ده شكل العلبة عجل ما نبدأ سأزيمكم في لايك وسبسكرايب للقناة نبدأ ملاحظ الفيديو نعرف ايه هي مميزات الساعة تي فور من موقع اوكازيون بالله الاختصارات الموجودة على الشاشة هي اول حاجة اللي هي عدال الجاري وصحة النوم وضغط الدم وضربات القلب ويظهر شعار المكالمات ويظهر المنبهات وحرق الدهون حيات كتيرة للاقيها برضو ونخش بقى على التفاصيل بتاعت الساعة الساعة بتيجي بشاشة واحد واثنين وعشرين من مية والبطارات تاعتها مية وسبعين ميل امبير دي تفاصيل الساعة والاسم بتاعتها نجي كل الابعاد والتفاصيل بتاعتها يلا نفتح مع بعض الصندوق وهنا اللون الاسم دلي معنا وده طبعا البر كود اللي حاجت بتعمله سكان عشان خاطر تنزل خاص بالساعة ده شكل الساعة ويلا بينا نبدأ المراجعة محتوىات السبوء اول حالة هنلاقيها الساعة بتيجي بشكلها شكل الساعة تمام شوما بعد بيت محتوى السبوء هنلاقي الشاحن الخاص بالساعة والتعليمات او الكتابوت بتاعها في كل التفاصيل عنها تمام موضح طبعا بلغتين السونية والانجلزية تمام خلينا نبدأ بالشاحن والشاحن الخاص بالساعة تمقل كل التفاصيل عنه تفتح منه بالزوار ده نضغط كده تمام والساعة بتيجي هنا كده دور كده وتقفل طبعا بتوصله بشاحن واحد امبير او على اللابتو او على الكمبيوتر يعني شاحن ضعيف مش شاحن قوي عشان تقدر تشحنها في المناسبة هي بتشحن في ساعتين او ساعتين ومس بحب دارسة تمام ده بالنسبة للشاحن بتاعها بتشتغل معنا بلغتوس بلغتوس اربعة تمام انشاء الله مع بعض طبعا هي التبقى جاية فاصل شاحن تمام فزي ما قلنا طرق الشاحن بتاعي تعلاتتوب على الكمبيوتر او شاحن واحد امبير او لو عندك باوربانك بيدعم الايكيو هو الشاحن الزكي تمام فبتقدر تشحن بي فهنا في باوربانك انجر تمام فنتقدر تشحن بي كده هي كده وضع الشاحن تمام تشحن شوية الساعة كده شحنت معنا وديه واجهة المسترد نتكلم شوية عن الساعة وعن التفاصيل بتاعتها اول حاجة الشاشة كلها مش طبش هو ارتحكم من هنا الجزء السوفي ده تمام ده كده او الوشن بتاعتها وهنحكي عن كل اوشن اول حاجة شكل الساعة ده مسلا مش عجبني عضرة الضغطة طوالة دلت ثواني هيجب لي الشكل التاني في الشكل ده مش عجباني وفضل ضغط اغير الشكل دي بعدين تمام ده الشكل التاني تلت اشكال معنا تمام وبعد كده بندأ في اول اوشن موجود معنا وهو الخطوات هنلاقي هنا في الشاشة بيقول لك انت مشيت كم خطوة حرقت اقدي ايه هنا مشيت كم خطوة حرقت الجون اقدي ايه تمام والمسافة اللي انت قطعتها اقدي تمام لي اول حاجة ثاني حاجة اوبشن بيلاقيه في الساعة دي اللي هو ساعات النوم بيقول لك انت انت كم ساعة ولي على الشاشة طيب هنا ده نبضات القلب حيث لو عايز تشغل الابشن ده بيكون لابس الساعة طبعا عشان هنا بيلاقي السنسور الاخضر ده تمام اول حاجة هنلاقي الساعة بالشكل ده وهتلغط كل اللي عليك ان انت هتلغط زي ما قلنا في مطقة تحكم هنا ضغطة مطولة وهو هيبتدي اا يشتغل ايه ضغطة مطولة ثلاث سواني تمام هو كده شربيه وهيطلع نتيجة طبعا نبضات القلب مستبتة هو هنا بيقول لك نبضات قلبك طلع نازل تمام وهيه هنا ضغط الدم برضو نفس القصة ضغطة مطولة والسنسور بيشتغل برضو وهيه انتصر النتيجة هنا نطلع نتيجة ضغط الدم تمام بحاول هنا نقص من ضغط الدم بعد ما ضغط ضغطة مطولة ثلاث سواني تمام بحاول ان اخلي ايه يعني على صدري كده نهية القلب تمام وانتظر النتيجة بتاعتها في حوالي عشر سواني اللي بعد كده هي نسبة الدم نسبة الاكسجين في الدم تمام بندغط ضغطة مطولة برضو ثلاث سواني وبندغط النتيجة خلال عشر سواني برضو دي السنسور بيشتغل فيها تمام حافظ على الوضعات تاعتها وانتظر النتيجة تمام كده جارت النتيجة تاعتها حابنا نخرج من ضغطة مطولة تمام دي ده اوبشن جنينة جدا هنلاقي فيها حاجات متفرعة اكتر نضغط عليها ضغطة مطولة اول حاجة هنلاقيها في ال اوبشن ده ده لو انت بتجري ستوب ووتش اولا هيقول لك انت تجري كام خطوة تمام وهيقول لك حالات دونة دي والمسافة اللي قطعتها دي وضغط الدم كمان قدي كل ده في اوبشن واحد تمام ولو انت بتتصل للجبال والكلام ده برضو نفس القصة وبيزهلك برضو كل ال اوبشن الرياضية لتحت ولو انت بتجري برضو بالعجلة ولو بتلعب كورة وبسكتبول برضو وهنا اخر حاجة هيقول لك ارترنل ترجع تاني ضغطة مطولة ثلاث ثواني هيرجعك في برضو في ال اوبشن بتاعتها حضرتك بتضغط عليها كده فيها كان برضو حاجات كده جميلة طيب هنقول عليها تاني لو انت وازم تشوكان أول حاجة تعمل اقتع الموبيل وهكي يعني هيخلي تعالess اجد Tyler ساعت مكان ما نعروب بدري بعد الهاجات هوردنامتس dieserش على الموبايل لو انت مش لاقيه في مكان والموبايل هتلاقي عمل صوت فانت تعرف مكان الموبايل بقى بالنسبة للأوبشن ده والأوبشن اللي بعد كده حيث تتحكم فيه الموسيقى اللي انت مشغل على الموبايلك يعني لو حضرتك لابس اي ربوت او لابس سماعة او مشغل موسيقى على الموبايل بتاع حضرتك تقدر تتحكم فيه عن طريق السعر تمام؟ تضغل ضغطة مطولة هتلاعي بلايو سوف والأوبشن اللي هو بتاعك تمام؟ دوك تلات خطوات وخطوة الرابعة اللي انت تعمل باك ولو عندك رسائل مش مقروقة سواء اسعادية او واتساب او رسائل على الفيسبوك تظهر لك هنا اظهار فقط لكن مش تطورها من هنا تقدر تشوف وهنا ديولك تفاصيل بتاعتها بتاع السعر وموديل وكل الكلام بتاعها تمام؟ ولو حبيلت تقفل السعر طبعا اللي هو الابشن ده يعني لو تلاحز ان السعر مش مزبوطة كوقت وي تريف بالنسبة للوقت ده مش مزبوط هنزبط الوقت ازاي؟ هنعمل كونيك تعالى الموبايل يلا بينا لدى اول حاجة تليها اصلا زي ما قلنا في البيانات الفيديو ده اسم البرنامج وده الQR Code لو انت عندك QR Code ريدر على الموبايل تقدر تعمله سكان او تاخد اسم البرنامج ده وتنزله على الموبايل كمان هنا فكتاب التعليمات مكتوب برضو QR Code موجود واسم البرنامج موجود اهو كمان نزله على الموبايل تفتح هذه متجر جوجل وتكتب اسم البرنامج ده شكل البرنامج دي واجهة البرنامج هنضغط على اوشن ده ويقول لك سماح لك تشغيل البروتوس مايك تشغل البروتوس وهي كمان جي بي اس تعمل لكم فير كمان وتعمل سماح لوصول الموقع هنا كمان بعد ما عملنا كده بيقول لك اذن الوصول لسوار الوصائف ده اوشن دي على حضرتك عايز فدر تعمل سماح والكاميرا نفس القصة والمكالمات كل الوكشن تعمله موافق هنا برضو بتعلم على الابليكيشن نفسه بعمل سماح للوصول الشاشة تعت البرنامج ما هي الا برضو نفس الوكشن الموجودة في الساعة بس هنا بيطلع لك النتائج ازاي بابدي في الساعة هتلاقي كلف كونقلطولة تكتبه بغدريوم ودوائز وبعد كده هتلاقي حاجة اسمها مانجمينت تمام وهتلاقي الساعة تيفور تعمل كونكت طبعا حضرتك بعد ما كنا عملت كونكت بالبرنامج بيكون ظاهر لك الاعلامة ديه اللي هو انت كده عملت كونكت بيه الموبايل تمام هلاحظ حتى الوقت هو نفس الوقت انت فيه الموبايل والنهاردة تريف مزبوط تمام وفي الوقت مزبوط تغرب اوشن نحن شاء المزيكا مع بعض نعم الموبايل عبيت اوقف ولا تسواني بس اوقف قلق على القرنية لبعدها اوقف اوقف لكده انا بتحكم فيه الموبايل بعمل شغل الميزيك وان طريق الساعة اوقف 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 اشتركوا في القناة